أبو رغيف آلية وأدات بيد الكاظمي الذي جيء به ليمثل تغطية لإدارة فساد الأحساب التي أوصلت الكاظمي والتي تستمر بتقاسم المغانم على حساب الشعب العراقي والتي هي اليوم قادمة إلى أن تقر موازنة بالتفاهمات وبالمصالح وبالتخادم السياسي تظل أيضا الشعب العراقي وهذه الأدات التي هي أبو رغيف الذي جاء بعنوان محاربة الفساد حقيقة لم يحارب إلا خصوم الكاظمي كان أدات باعتقال مجموعة من الشخصيات للإسكاة والإرهاب الآخرين لأننا لم نسمع لا على نتائي التحقيقات فسر لي هذا الشيء أيها السيء سنقطع يدك بمجرد المساس بالمقاومة ويقولون أننا طالعين لأنه هناك فرق بسعر صرف الدولار شنو علاقة المقاومة بهذا الموضوع ودير بالك دير بالك تمس المقاومة أكو شيء جيد أولا المقاومة تشمل عنوان المقاومة العسكرية والمقاومة السياسية والمقاومة الثقافية والمقاومة الاقتصادية وحتى المقاومة الأخلاحية والعقادية بالتالي كل من لا لا دكتور شنو الموضوع دكتور شنو قصة شنو المقاومة ثقافية واقتصادية واجتماعية لا تشتتني بهذه الطريقة أرجوك لا يعني المقصود أنت الآن استاذ عدنان أنت الآن ذهبت إلى المقاومة العسكرية فقط مزيان هذا ليس صحيح اللي يخرجهم هو مقاومة عسكرية فقط لعد شنو لعد بعض من عدهم مقاومة لمنع الانحرافات شنو مقاومة لمنع الانحرافات مقاومة لمنع التطبيع أنا سأقول لك لربما سنشهد بالهياب القادمة مقاومة تخرج بتظاهرات لفضح الفاسدين من السياسة